اشتركوا في القناة في دعم الارهاب في العديد من البلدان العربية واكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب عيسى الدوسري ان الانتهاكات القطرية طالت المواطنين القطريين قبل غيرهم من تهجير للقبائل العربية وتغييبهم في السجون مرورا بالانتهاكات العملية لحقوق الانسان والتي حاول النظام جاهدا كتم استغاثاتهم ومعاناتهم لتمثل كافة تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وصمة عار على النظام القطري واكد النائب احمد صباح السلوم ان قطر فشلت فشلا ذريعا في المحافظة على ملف حقوق الانسان عبر تخبطاتها العديد في هذا المجال ما ادى الى انتهاكها للمواثيق الدولية التي وضعت نفسها فيه وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ان الانتهاكات القطرية مستمرة وتستهدف دولا خليجية وعربية دون مراعاة لحصن الجوار وخلافا للقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول مشيرا الى ان السلطة التشريعية تقف مع جميع التوجهات والقرارات التي سوف تتخذها مملكة البحرين في شأن العدوان القطري بهدف التأكيد على سيادة المملكة والمواطنين والصيادين من الاعتداءات القطرية ومنها التعدي على السيادة في الحدود البحرية بفشل الديبل وقال النائب احمد العامر ان انتهاكات حقوق الانسان لدولة قطر مستمرة سواء في الداخل القطري او الدول المجاورة والعربية وعلى المجتمع الدولي ان يقف وقفة جادة في مواجهة خرق قطر للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحفظ حقوق الشعوب في امنها واستقرارها من جانبه اكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي على ضرورة التكاتف ضد التدخلات القطرية والاعتداءات المستمرة على الشأن الداخلي والحدود البحرية للمملكة والاعتداء على الصيادين وعملية القتل البشعة لأحد الصيادين والمحاولات الاخرى لتعريض حياتهم للخطر ومحاكمتهم بمعزل عن العدالة بسبب التعنط والتسلط والرغبة في استفزاز البحرين بشتى الطرق في ذات السياق قال النائب علي اسحاقي ان وتيرة الاذى القطري في تصاعد متكرر حيث تطاولت عدة مرات على زوارق بحرينية وتعدت بذلك المواثيق والمعاهدات المعمول بها خليجيا واليوم نشهد تعنيفها اللا اخلاقي بحق العمل من جانبه اكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس نواب عمار البناي ضرورة التصدي لتصرفات القطرية العدائية والمستفزة تجاه الصيادين البحرينيين المخالفة للعادات والاعراف والتقاليد من خلال وجود القوات البحرية الرسمية اللازمة لإيقاف تماد النظام القطري كما ادان عضو مجلس الشورى على العرادية لإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة القطرية بمواجهة مجموعة من الصيادين واستهدافهم والذي يعتبر استهدافا للمواطن البحريني البسيط ترجمة نانسي قنقر